أمل أم شاهدين فإليكم آخر أخبار الاقتصاد وسارة قد باح مساء الخير سارة مساء النور وفا شكرا أهلا بكم مشاهدين للنشر الاقتصادية والبداية مع العنوين وزير الزراعات في قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية سوريا تتطلع إلى التعاون لتنفيذ برامج التعافي المبكر والتنمية وبعد التعهدات الصينية بالتنمية بكين تعين محافظا جديدا لبنكها المركزي أهلا بكم اعتبر محمد حسان قطنة وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أن قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية التي انعقدت في العاصمة روما تشكل حدثا عالميا حظية بالزخم الكافي ليدرك العالم حجم الأخطار التي تهدد تحقيق الأمن الغذائي واستدامة الموارد مضيفا أنه آن الأوان لتبني إجراءات سريعة لتحويل نظم الزراعة والغذاء نحو أنماط إنتاج واستهلاك مستدامة للوصول إلى نمو اقتصادي شامل تتطلع سوريا وبعد التحديات التي واجهتها بسبب الإرهاب والحصار إلى التعاون مع الدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية لتنفيذ برامج التعافي المبكر والتنمية الذي يشكل حجر الزاوية لنجاح أي جهد يبذل لبلوغ أهداف التنمية المستدامة لسيما أنها وضعت استراتيجية مهدثة للزراعة 2021-2030 هذا كان أبرز ما تضمنته كلمة وزير الزراعة السوري ضمن فعالية قمة النظم الغذائية التي اختتمت فعاليتها في روما لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الأسكوا وبالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية ومنظمة دولية أخرى عقدت جلسة خاصة أكد خلالها الوزير قطنة في مداخلة على ضرورة توحيد الجهود العربية نحو تحول النظم الغذائية في البيئات الهشرة وضرورة زيادة الاستثمارات وتوفير التمويل لمثل هذه المشاريع وعلى هامش أعمال القمة التقى الوزير قطنة المدير الإقليمي للسندوق الدولي للتنمية الزراعية إفاد دينا صالح وبحث معها أوجه التعاون في مجال تطوير الثروة الحيوانية مؤكدا ضرورة إعادة توجيه موارد الصندوق المالية بحيث يكون 85% من ميزانية المشروع نحو دعم توفير التجهيزات والمعدات والآلات الزراعية مقابل 15% لمكوين التدريب يذكر أن سوريا شاركت في أعمال قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية إلى جانب أكثر من ألفين مشارك من 170 دولة وتميزت هذه القمة بحضور أكثر من مئة من وزراء الزراع حول العالم تركز لقاء وزير النقل زهير خزيم مع السفير الإيراني بدمشق حسين أكبر والوفد المرافق له على أهمية وضع برامج تنفيذية للاتفاقيات الموقعة بين البلدين ومتابعة التفاهمات التي تم التوصل إليها مؤخرا وتناول اللقاء الاستفادة من موقع سوريا الجغرافي ضمن خارطة النقل الاستراتيجية ومنها الربط الثلاثي بين إيران والعراق والسوريا كربط سكك حديدية وطرق برية بما يسهم في سيابية وتدفق حركة نقل الحمولات والركاب وتم الاتفاق على متابعة العلاقات في مجال النقل الجوي وعمل شركات الطيران في سياق منفصل دخلت 130 منشأة صناعية وحرفية مرحلة الإنتاج في محافظة اللاذقية وذلك منذ بداية هذا العام وحتى نهاية حزيران الماضي برأس مال إجملي مع قيمة الآلة يقدر بـ 20 مليار ليرة هذا ويغلب على طبيعة المشاريع الصناعية المتوسطة والصغيرة فيما يصل عدد المشاريع الحرفية إلى 99 مشروعا بينما الصناعية عددها 31 مشروعا ورأس مال المشاريع الحرفية أقل من مليار و800 مليون ليرة بينما رأس مال المشاريع الصناعية يبلغ حوالي 18 مليار ليرة منح المصرف الزراعي التعاوني 1616 قرضا لإنشاء خزانات لتجميع مياه الأمطار بمبلغ قدره 18 مليارا و800 مليون ليرة سورية منذ بداية عام 2022 وحتى نهاية حزيران الماضي وبحسب صحف محلية تركزت أغلب قروض إنشاء الخزانات في الأراضي البعلية في المنطقة الساحلية نظرا لغزارة الأمطار وحاجة الفلاحين لتخزين مياه الأمطار للاستفادة منها وقت الانحسار أما فيما يخص التمويل الذي يقدمه المصرف فيتم بنسبة 50% من تكلفة الإنشاء ومدة القرد خمس سنوات كحد أقصى وعلى أقصات سنوية عربيا ولأول مرة بدأ بنكان مصريان طرح الشهادة الدولارية الجديدة والتي تعد من أعلى شهادات الاندخار بالدولار الأمريكي ومدتها ثلاث سنوات وجاء ذلك بالتوازي مع نفي مسألة إفلاس البنوك المصرية التفاصيل في التقرير التالي بعد توقعات عدة تناولت القطاع المصرفي المصري حول إفلاس البنوك نفى نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي إيحيى أبو الفتوحة صحة ذلك مشيرا إلى أن الودائع في البنوك ارتفعت من 6 تريليونات إلى 9 تريليونات ونصف جنيه وفي خطوة هي الأولى من نوعها طرح بنك مصر شهادتي ادخار القمة وإيليت بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات وتصدر للمصريين والأجانب كما يمكن لهم شراء الشهادتين بفئة ألف دولار أمريكي ومضاعفاتها وقبل ساعات من بدء العمل في البنك الأهلي بمختلف فروعه تصدر التصريحات نائب رئيس البنك يحيى أبو الفتوحة عن الشهادات الدولارية محركات البحث حيث قال لو معك مليون دولار ادخل البنك وعمل الشهادة ومحدش هيقولك انت جايب الفلوس منين وقال أيضا إنه يمكن للمواطنين كسر الشهادات الدولارية بعد مرور ستة أشهر وحسب التصريحات يوجد أكثر من أربعة مليارات دولار خارج القطاع المصرفي مقابل ارتفاع ودائع البنك من ستة تريليونات إلى تسعة فاصل خمسة تريليون جنيه من جهته رئيس اتحاد بنوك مصر محمد الأتربي أكد أن البنوك المصرية مركزها قوية ومسألة وجود سعرين للدولار ستختفي قريبا تماما فهل سيختفي حقا ويضحد توقعات الإفلاس مجددا الأنظار تترقب ذلك أما عالميا رفع صندوق النقد الدولي في تقريره لآفاق الاقتصاد العالمي من توقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى 3% من 2.8% لعام 2023 ولكنه أبقى على توقعات نمو الاقتصاد العالمي عند 3% في عام 2024 وبالحديث عن منطقة اليورو فقد رفع صندوق النقد توقعات نمو اقتصادها إلى 0.9% لعام 2023 و1.5% لعام 2024 وبالانتقال إلى منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فقد خفض صندوق النقدي من توقعات النمو إلى 2.5% لعام 2023 و3.2% لعام 2024 وإلى الصين حيث عينت بان قونغ شينغ محافظا للبنك المركزي مما عزز موقعه كرئيس للمؤسسة المكلفة بتعزيز ثاني أكبر اقتصاد في العالم وذلك بعد تعهدات من الحزب الشيوعي باتخاذ خطوات لتوسيع الطلب المحلي بسبب الصعوبات التي يواجهها اقتصاد البلاد تعهدات أطلقتها السلطات الصينية تستهدف قطاعات محددة في خطوة منها لطمأنة المستثمرين من القطاع الخاص والأجانب إلى بيئة استثمارية أكثر ملاءمة تمخض عنها محافظ جديد لبنك الشعب الصيني بان قونغ شينغ المحافظ الجديد الذي جمع أعلى منصبين في المركزي للمرة الأولى منذ 2018 لم تكت قدمه أرض المنصب الجديد حتى قفز اليوان أكثر من 0.5% في الأسواق الداخلية والخارجية تصحبه الأسهم الصينية ارتفاعاً مدفوعين بتعهدات المسؤولين لزيادة إنفاق المستهلك عبر زيادة دخل السكان من خلال تعزيز استهلاك السيارات والمنتجات الإلكترونية والأدوات المنزلية فضلاً عن الإنفاق في السياحة وقطاعات الخدمات الأخرى وكالة التخطيط الاقتصادي أعلنت سلسلة من الإجراءات لتشجيع الاستثمار الخاص تعهدت فيها بمعاملة الشركات الخاصة مثل الشركات المملكة للدولة وضمان معاملة عادلة في مجالات تتراوح من الملكية الفكرية وحقوق الأرض إلى التمويل وتوريد العمالة في حين عدل بنك الشعب الصيني وإدارة الدولة للنقد الأجنبي إرشادات التمويل الشاملة للسماح للشركات باقتراض المزيد من المصادر الأجنبية معنويات الأعمال كانت قد توترت بشكل عام وسط النمو الاقتصادي الباهت بعد تعثر الانتعاش الأول للصين عقب خروجها من سياسة صفر كوفيد والتي استجدها حالياً قفزات في الأسهم واليوان وجمع منصبين بشخص شينغ التكنقراطي بخبراته في إدارة النقد الأجنبي التي ظهرت معالمها على وجه اليوان والتعاملات النفطية الأسيوية صعدة بأمال تحفيز الصين لاقتصادها قلقة بقرارات السياسة النقدية الاحتياطية الفيدرالية ختموا الاقتصادية شكراً للمتابعة وعودة إلى سياق النشرة مع وفا شكراً لعطيك العافية الله يعافيك